نقول بأننا وانطلاقا من لائحة العمل الإعلامي والإعمام الأخير الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة بتوقيع الأستاذ الدكتور علي حسين المؤيد المحترم رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات الموقرة فإننا التزاما بذلك ولكوننا أحد البرامج التي تعرض في مؤسسة عراقية وطنية هي قناة الفلوجة الفضائية التي تؤكد دائما على جميع معدي ومقدمي برامجها الالتزام التام بالثوابت الوطنية وهذا ما يؤكد عليه الأستاذ الدكتور عمر راغب زيدان المدير عام لقناة الفلوجة الفضائية بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية والاجتماعية والدينية والمهنية في جميع البرامج والفقرات وما يتم تغطيته أيضا في الأخبار من المراسلين فإننا نؤكد عبر ستوديو التاسعة بأننا نلتزم التزاما تاما بما جاء بهذا الإعمام الذي قدما من هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة ونعود للتجديد بالتأكيد على الالتزام بلائحة العمل الإعلامي وما يصدر من دائرة التنظيم الإعلامي بهيئة الإعلام والاتصالات الموقرة نتقدم بالشكر أيضا للأستاذ الدكتور علي حسين المؤيد المحترم رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات الموقرة وكذلك نتقدم بالشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات الموقرة ولرئيس دائرة التنظيم الإعلامي الدكتور جادر الجادر الذي هم يصوبون لنا أداءنا وعملنا الإعلامي دوما